أيها السادة أيها الرؤساء أيها الملوك دعوني أتوجه إليكم بسؤال التالي هل معنى الحياة القدسية فيما تتصورون آلت إلى عبادة الكرسي والرتبة وتقديم كل من الشرف والعرض والقيم قربانا وفداء لهم هل انحطت فلسفة الحياة في نظركم إلى حيث يمزق العرض في سبيلها ويدنس الشرف لاستبقائها ما أظن أن في إنسانيتكم قطرة واحدة تقبل هذا التصور الذي أطرحه عليكم ما أظن وما أظن أن فيكم من قد مسخت إنسانيته إلى النقيط إذا تصورنا أن كل شيء ينبغي أن يكون فداء وقربانا للحياة التي تتمثل في طعام أتناوله وفي بيت مترف أسكن فيه وفي متع حيوانية أتقلب في غمارها إذا كان هذا هو معنى الحياة إذا أي فرق بقي أيها السادة بين المهيمة التي تعيش لتأكل وترتع في إضغالها وبين الإنسان الذي يعرى من الشرف والعرض والقيم للغاية ذاتها ما الفرق ما الفرق هل بوسعي أن أتصور أن في الناس من يعتقدون أن هناك جامعا مشتركا بين الإنسان الذي كرمه الله عز وجل وبوأه ذلك العلياء والبهائم التي تعيش في أدغالها وغاباتها هل أتصور أو فين من يتصور أن الإنسان والحيوان يعيشان في هذا الجامع المشترك وقد ذابت كل الفوارق بينهما ما أظن أن فيكم من قد يتصور ذلك إن كنتم أيها السادة التي تتبوؤون إن عروشكم أو كراسيكم إن كنتم تتصورون أنكم لا تملكون دفاعا بعد اليوم عن عرض أقامكم الله حراسا عليه أو دفاعا عن شرف أقامكم الله سبحانه وتعالى أوصياء عليه إن كنتم تتصورون ذلك فأنا أقول لكم وما قيمة الحياة أيها السادة إذا لم يستطع الذين يتمتعون بها أن يكونوا مدافعين عن الشرف أن يكونوا مدافعين عن العرض أن يكونوا مدافعين عن القيام ما قيمة هذه الحياة أيها السادة إنكم تقيمون أنفسكم مقام الحارس الأمين لمصالح إسرائيل التي تتجسد مصالحها وأمانيها وأحقادها في أبنية باسقة في بلدانكم تلك التي تسمى السفارات مهمتكم حراسة هذه الأبنية الباسقة أما مهمة أصحاب هذه الأبنية فهي سحق الأبنية على رؤوس أصحابها البراء الآمنين وجعل دمائهم ولحومهم تمتزج مع أتربة وأحجار هذه الأبنية هل ترضون هذا؟ أن تكون مهمتكم حراسة الأبنية الباسقة التي تسمى سفارات لهذا العدو المشترك في حين أن تكون مهمتهم تدمير أبنية الأمة تدمير البيوتات التي تحوي أناسا براء آمنين يتفيأون الظلالها كيف؟ كيف؟ كيف ترضى إنسانيتكم بأن تكون هذه هي مهمتكم وأن تكون مهمة أولئك الآخرين السحق والمعق وتسوية الأبنية بالأرض كما هي أيها السادة أيها الرؤساء أنتم لا شك تعرفون أكثر مني وتقرؤون ما تكتبه صحف العدوك أكثر مني إن في مواقع الأنترنت وإن في غيرها إذن لا بد أنكم تعلمون كم يستخف بكم هذا العدو المشترك وكم يستهين بكم وكم ينظر إليكم نظرة ازدراء اقرأوا اقرأوا تجدون ما أقول لكم أيها السادة حتى الخادم الأمين عندما يكون أمينا في خدمته يفوز بكلمات طيبة من مخدومه يفوز بكلمات حسنة من سيده أما أنتم فأنتم تخلصون في الخدمة لهذا العدو تخلصون في استبقاء هذه الخيوط التافهة القذرة من سلة القربة بينكم وبين هذا العدو ومع ذلك فأنتم لا تلقون منه جزاء ولا شكورا إن الذي بإمكانكم أن تدلقه وتقرؤوه هو أسطر الاستهانة أسطر الاستخفاف أسطر النظرة التي يعودون بها إليكم على أنكم من التفاهة بمكان لا تخد عنكم كلمات البراقة لا تخد عنكم الأطر الدبلوماسية أنتم أدرى مني بهذا لا تخد عنكم ذلك هذا شيء شيء آخر أيها السادة كلنا راحلون من هذه الحياة الدنيا كلنا نقف طابورا عند بوابة الموت لا ندري من من الذي يقف في مقدمة الطابور ومن من الذي يقف في مؤاخرته غدا نحن جميعا راحلون من هذه الحياة الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى أفيطيب لكم إذا رحلتم غدا عن هذه الدنيا أن تستدبروا لعنات التاريخ وأن تستقبلوا الحساب العسير بين يدي الله عز وجل إذ ينتظركم إذ يسألكم الإله الذي بواكم هذه المسؤولية ماذا فعلتم بحقوق الأمة ماذا فعلتم بقيم هذه الأمة ماذا فعلتم بأعراض هذه الأمة أيهن عليكم أيها السادة أن ترحلوا من الدنيا وأنتم بين بلاءين ما حقين تستدبروا لعنة التاريخ من ورائكم وتستقبلوا الحساب العسير من أمامكم أدعوكم وأنا إنسان يعلم الله عز وجل أنني لا أنطلق في هذا الخطاب إلا من غيرة عليكم ومن حب لكم ومن اهتمام بالغ في أن تستيقظ مشاعر النخوة بعد رقاد طويل بين جوانحكم لتعودوا إلى المهمة التي شرفكم الله عز وجل بها كراسيكم باقية نعيمكم في الدنيا مستمر طعامكم وشرابكم كل ذلك موفور ما الذي بقي بقي أن تتوج ذلك كل بالمهمة القدسية التي أقامكم الله عز وجل عليها قطعوا أوصال هذه القربة بينكم ومن العدو المشترك أطردوهم من أبنيتكم الباسقة التي يتقلبون منها في نعيم مقيم بينما هم يدمرون أبنية إخوانكم وأبنائكم وبناتكم ويحيلونها في لحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر